موسيقى دلوقتي حالا عشان كلكو تعرفوا يعني ايه فر طب ما انك خبيل التجميل طبعا طبعا انت كده طلعت في كل الاسرار اول حاجة ان انا ممتك التاني حاجة ان انا خبيل التجميل بس انا اسألك اسئلة مش تعرف ترد علي لا هرد طبعا مش هترد هرد على كل حاجة وانت عارفة ان انا شطرة ماشي هنجر انا عايز اعرف دلوقتي الفلر لما بتعمل على الشعر ليه تأثير بس هو الفلر ده مبدئيا كده مادة كلها حاجات طبيعية الحاجات دي بتبقى عبارة عن زيت الارجان جنين الامح كرياتين الاصلي الحاجات اللي هي اصلا طبعا الجسم الطبيعي بيفرزها بالزبط طيب عايز اعرف لو فيه تأصيف في الشعر بيضيعوه بسي هو مبدئيا كده بيضيع كل التأصيف وليهي شنلف الشعر تمام انا سمعت كمان انه بيتقل الشعر حاجة زي كده بيتقل الشعر جدا طب ازاي بيتقل هي مادة بتغلي في الشعرية بتديلها سومكة بتديلها فيليوم بتخلي الشعرية تدخن فالشعر عشان كده في الإجمالي بيتقل تمام عايز اعرف بقى هو بيبقى لتأثير مثلا ان هو هيطول بيتطول الشعر او بيتطول الشعر جدا جدا والكلام ده هوات بنلاحظه من اول يعني من اول ما نعمل الفلر بيبام طبعا لانه بيفرد الشعرية ده اول حاجة تاني حاجة انه الفلر مادة بتتعامل بيها كمان ترميم الشعر فبتساعد على نمو الشعر وطوله كمان طيب لو انا حبيت اعمل سبغة هعمله قبلها ولا بعدها الحاجة يعني احتماليش سبغة قبل او بعد او الكلام ده كله الخبيرة اللي هتعملك الفلر هي اللي هتحددلك على حسب بقى نوع شعرك ولو واحت عموما عاملة سبغة قبله هل اللون بيتغير بعده؟ هو ما بيفرقش كتير مش هيبان يعني بس يعني برضو يستحسن ان الخطوة دي اللي تحددها خبيرة العلاج الشعر بالفلر علشان برضو يعني الشعرية لما بتبقى قدامنا بنعرف نحدد اكتر قلتلك هزنوك في الاسئلة وما صدقتنيش انا بسألك دلوقتي هو عموما بيغير لون الشعر لو واحدة عاملة سبغة قبله؟ على فكرة انت ما زنقتنيش وانا بجاوب صح لا مش هقدر حدد دلوقتي لازم اشوف الشعر نوعه وإيه قدام عموما فيه شعر بيتغير؟ فيه ألوان بتتغير يعني متن يعني مثلا مثلا اللون الأحمر واللون الرمادي اللونين دول طبعا هيتغيروا بيتغيروا بيقلبوا أصفر ولا بيتغيروا درجات؟ حسب السبغة الأساسية اللي اتعملت تحتيهم دي مش هنرعف نحددها برضو لما نشوف الشعر قدام ممكن أي شعر يعمله ولا لازم شعر معين؟ بوسي برضو خبيرة علاج الشعر بالفيلر هي اللي بتحدد الشعر ده يتعمل أو ما يتعملش يعني فيه شعر فعلا ما بيتعملش؟ يعني أنواع قليلة جدا دي مثلا مجهدة من حاجة؟ لا خالص أصلا الفيلر بنعمل بيه جلسات ترميم الشعر اللي هي بتعيد بناء الشعر وبتساعد على نمو الشعر وعلى تطويل الشعر وعلى إزالة الهيشان والتقصف وكل حاجة من الشعر حتى كمان لو شعر متأثر من السبغة أو من البروتين أو أي حاجة من قبل كده من مواد الفرد كريمات الفرد كل الحاجات دي الحاجات دي الفيلر بيعالجها تماما يعني هو عموة مش شبه البروتين المضروب يعني لسه ما تضربش فيه أنواع منه مضروبة؟ بوسي هو الفيلر مادة لسه طالعة جديدة الحمد لله ملاحقوش يضربوها في مصر يعني يعني ما فيش أي حاجة فيه تضر الشعر أو أي حاجة لإنه مادة طبيعية؟ النهائي لإنه كله مواد أساسية من أساسا من المواد اللي بيفرزها الشعر نفسه طب عموما لو واحدة عملت فيلر الشعر بيرجع تاني بعد مدة معينة؟ برضو دي بيحددها خبيرة علاج الشعر بالفيلر لأنه فيه شعر ممكن ميرجعش تاني وفيه شعر ممكن يتعمل مرة أو مرتين تانين الحاجات دي كلها بنحددها لما بنشوف الشعر عشان الشعر طبعا إحنا كلنا عارفين أن كل شعر نوم معين تمام فيه طرق أن أنا أقدر أحافظ عليه؟ موضوع بقى الحفاظ على الفيلر أو على الشعر عمتا دي قصة طويلة جدا هنحكيها في حلقات كتير قوي أحافظ على الفيلر إزاي؟ مبدئيا كده أول حاجة بستعمل المجموعة اللي هي مش شرط المجموعة اللي بتعرضها عليكي برضو خبيرة علاج الشعر بالفيلر بس هو أهم حاجة أن احنا نستخدم شامبو حمام كريم سيرم أنواع نضيفة ومعروفة مش أنواع طبعا من أي حاجة والحاجات اللي مش معروفة دي ما نستعملهاش خالص دي أول حاجة الثاني حاجة بقى أنه ما ينفعش يبقى شعر مبلول ونلم الشعر بالأستك والحاجات دي خالص بنسيب الشعر لما ينشف تماما لوحده على فكرة بقى اللي أنا عايزة أقوله أن أنا عاملة فيلر وكمان قبل ما يجي أصور أنا يدوبك لسه مستحمية بس وجايها للستوديو ولا أنا شفت بتشوار ولا عملت أي حاجة هو كده طبيعي على فكرة بس وهي على فكرة اللي عملالي طبعا ماريون بستغلاليني أسوأ استغلال وإحنا بعد كده هنعمل لك يومياتي أنا وماريون طبعا أنتم متعرفوش إحنا بنعمل إيه في بعض أكيد آخر مرة هعمل لك فيلر وشعمل لك تاني عشان أنت فضحتين شكرا اتكلمنا النهاردة على موضوع النميمة اتكلمنا النهاردة عن التاتو اتكلمنا النهاردة عن الفيلر ما تنسوش معادنا يوم الجمعة الجاية إن شاء الله عندنا حاجات كتير قوي أكتر من اللي احنا قدمناها النهاردة كمان ومواضيع شيقة أكتر من كده استنونا يوم الجمعة جاية إن شاء الله مع مريمو دودو اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة